اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نوميديا كما اشتركوا في بداية الفيديو اشتركوا في القناة وفي حالك نحضروا حاجة سخونة لأولادنا لن يجب عليكم في البداية كنت اعجزانة ومع ذلك قلت قلت نشمر على دريعتها ونذهب لهم كشهاجة وصراحة لم تكن أسهل من هذه البنية اذا لنحضروا هذه البنية لازم نزوج حبة بيض نصف كاس مدافي كاس حريب دافي حوالي 3 ملاعق زيت ملعقة صغيرة فانيلا ملعقة كبيرة السكر وملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة خميرة الخبز ولازم كذلك القليل من الملح ولفغين حسب الحاجة سوف نشوفوا فيما بعد لها اللي بني لابت ديالو مايحد كون ليكيد وصراحة كما قلت لكم انا اسهل من هاللي بني مازال ما شفتش اذا نقولكم اروحوا نروحوا مع بعض باش نحضرهم اذا في البداية نحضر هذه الملعقة كبيرة من خميرة الخبز نحضرها ملعقة كبيرة من السكر ومنصف كاس ميناء الماء الدافي هنا فقط الحجم الكاس هو ميتين مليليليتر نغطي الريسيبيون ونجعل هذه الخميرة تتفاعل مع السكر والماء بعد مرور حوالي عشر دقائق الخميرة تتفاعلت مع الماء والسكر الآن نضيف الكاس من الحليب الدافئ نضيف حبتين من البيض لازم يكونوا كذلك بدرجة حرارة الغرفاء هادو كثلث ملاعق من الزيت لفاني انا الدافوين نخلط هكذا الكل مع بعض باش ندمت جميع المكونات هنا يعني حنحط الكاس الأول من لفاغين نقلت لكم حجم الكاس هو ميتين مليليليتر لفاغين لازم نصيروها دائما نخلط بياها هكذا بالفوين نضيف الكاس الثاني من الفاغين نضيف الكاس الثاني من الفاغين في الأخير خياتي من الضروري باش تكون عندنا انباتل تكون ليكيد ولازم تكون ملساء نضيف الكاس الثاني من الفاغين هنا نضيف نصف كاس الثاني من الفاغين لانو الخالي تبني ليكيد شوية هنا خياتي مقدش نقول لكم بش حل لازم لفاغين اكزاكتمو انا اخذت لي كوبين ونصف هذا يتوقف كذلك على حجم البيض البيض ديالي اللي استعملته هو من الحجم المتوسط اللي استعملته البيض كبير قادر تاخد لكم حتى تلت اكواب من الفاغين المهم اننا في الأخير لازم تحصل على انبات اوموجين تكون ليكيد شوية لا تكون تقيلة بزاف و لا تكون خفيفة كما تعمل المسكوط كما تلاحظون وفي الأخير نضيف نصف ملعقة صغيرة الملح دائما خياتي نضيفه مع الأخير باش من خسروش تفاعل خميرة الخبز نزيد نخلط هكذا امام ترى كنت تشوفوا في القوام هذا الخاليط ودوكا نغطي الغيسي بيون دياليا في كن فيلم المنتر ونضيف العجين بي جي نخليه يتخمر خياتي لاش تبدي مكاش عندكم الوقت باش تخلو العجين ديالي كوميتخمر معليكم غير تحطو فيه كيس مناء الخميرة الكيميائية بعد مرور حوالي 30 مينوط فقط تشوفوا الخاليط اليالي كيفاش تخمر دوكا نضيف مقلات الزيت يسخن باش نروح ونقله مع بعض هذا البني بعد ما سخنت الزيت نبدأ نقله في البني شوفوا خياتي كيفاش تهلين بواسطة انكوية فقط ناخد العجين ونحطوها في المقلات بكل سهولة بدون دلك بدون تعب بدون جهد هناك فقط النار ما لازمش تكون قاوية بزاف النار إلا كانت قاوية ليبنيا ما رحين يطيبوا على برة ومن الداخل لهم حين يقعدوا مع الجنين النار لازم تكون تحت من المتوسطة هكذا نطولهم الوقت باش ينتفخوا وباش يطيبوا من الداخل هنا يمام البنات اللي عمرهم ما طيبوهم رح نيحضروها اللي بني بكل سهولة مالهي كاني درت ام بابير ابسوغبون دون جيناسيات اللي بني لازم نحركوهم هكذا بشي طيبوهم جميع الجوانب لازم فتوخوا على القبيل بعد ما تحمروا النار من جميع الجوانب بعد ما تحمروا اليبي من جميع الجوانب ندكرهم بجيه ونضع كلمة معلومت على عملية وتعالي اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة